المباراة القادمة أمام بيرامدز الزمالية هيلاعب طبعا بيرامدز يوم الجمعة في نفس توقيت الأهلي والمصري ولكن عنده مشكلة دفاعية كبيرة المسلوسي تم إيقافه نوقوف المتش الجاي بالإضافة طبعا لإصابات موجودة زي الوينش ووجود حسام عبد المجيد مع المتخب الأولمبي ما فاضلش بقى غير والزناري لسه راجع من الإصابة ما فاضلش غير الزناري وما فاضلش غير لعب صغير موجود في اسم أحمد رفاعي موجود في دفاعات نادزة مالك بالإضافة طبعا لأحمد مجدي أحد اللعبين للفترة اللي فاتت لعب صغير السن وأثبت وجوده الحقيقة مع الفريق ولكن هي بقى لو فكر جميز إن هو لعب أحمد رفاعي بجانب أحمد مجدي تبقى طبعا خبرات لتنين لسه برضو ما بقتش بالشكل الكافي فطبعا الاختيار هيكون أكتر إلى مصطفى زيناري أو حل بديل بقى أين كان هو بيفكر رفقي الراجل في المباراة القادمة مباراة صعبة طبعا على نادي الزمالك وعلى نادي بيرمز بما إن احنا بنشاهد قمة جديدة كان قمة مبارح وقمة يوم الجمعة القادمة ما بين الزمالك وبيرمز على العكس بقى خالص الزمالك بيستعيد قوة والهجومية من خلال وجود سفدين الجزيري اللي كان مصاب والماتش اللي فات أمام الداخلية الحقيقة جميز رفض النواة يبقى متواجد عشان يخف بنسبة 100% ويبقى متواجد فيه المباراة اللي بعد كده فبالتالي وجود سفدين الجزيري في المباراة القادمة قوة هجومية بالنسبة لنادي الزمالك بخصوص موقف الحقيقة مصطفى فاتحي بالأمس الحقيقة وهو خارج وكلنا شفنا الموقف إن هو المدير الفني بورشيتش جاي يسلم على مصطفى فاتحي مصطفى فاتحي رفض السلام ووطى كده ما حبش إن الرجل حتى يلمسه زي ما انتوا شايفين كده موقف مش حلو مصطفى مع إنه لعيب مؤدب ومحترم مش بتاع مشاكل لكن واضح إنه هو كنز علانه مدهي إنه هو خارج فبالتالي تطبيق اللايحة وذلك ده اللي أنا بقوله خلاص إنت عندك اللايحة بإن العيب تعد حدوده يخصب منه وأكيد برضو هو هيتعلم بس برضو لازم الكلام لازم يبقى فيه عن حمرة برضو أكتر من الفلوس يعني ده بالنسبة ليه إدارة بيرامد زواء موقفها مع مصطفى فاتحي بعد الموقف الخاص ببورشيتش في نفس الوقت بعد هزيمة مبارح إدارة بيرامدز يعني برضو بتقرر استكمال المشوار مع المدير الفني بورشيتش قالك لسه الدوري موجود الراجل كسب 14 ماتش الفريق الوحيد اللي وقف قدامه وقفه هو النادي الأهل كسبه ماتشين وبالتالي يعني الأمور بالنسبة ليه بورشيتش إنه هو مكمل حتى نهاية الموسم ترجمة نانسي قنقر